اشتركوا في القناة في الايام اللي احنا فيها اللي ما يعلم بها غير ربنا في منتهى الاهمية هذا الامر ايه هو اصلا الجهاز المناعي كيف يعمل الجهاز المناعي ايه اللي نقدر نعمله عشان نقويه هل نلجأ لأكلات صحية ولا الاكل الصحي مش كافي لازم نلجأ لمكملات كتير جدا من الموضيع المهمة كلها متعلقة بالمناعة والجهاز المناعي للانسان حنتجذب بخصوصها اطراف الحديث مع ضفتنا اللي من ورانا الدكتورة دينة ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز اللي اسعدتنا موجودها معنا النهاردة اهلا بيك اهلا بيك يا كريم الحمد لله كله حلو الحمد لله يا رب دايما بتالي مفيش اهم من كلام عن الجهاز المناعي طبعا صح عايزين استأذنك تعرفينا كده نمشي مع بعض خطوة خطوة ايه هو اصلا الجهاز المناعي وكيف يعمل الجهاز المناعي ومدى اهميته للانسان مهمة اوي فعلا انعرف الناس كلها ايه هو الجهاز المناعي الجهاز المناعي ده جهاز معمول بفيري هايد تكنولوجي ان ازاي الجسم يقدر يحارب فيروس يحارب بكتيريا يحارب خلايا سرطنية الجهاز المناعي طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه خلقه بتكنولوجي عالية جدا ازاي بيقدر يشتغل اول ما البني ادم بيصاب ببكتيريا او فيروس اول حاجة الجسم بيعملها كاستجابة للجهاز المناعي ان الحرارة ترتفع دي اول حاجة وانص الحرارة ارتفعت معنى كده ان البكتيريا مش هتعيش في الحرارة المرتفعة فاول حاجة بيعملها الجسم المناعي ان الحرارة ترتفع دي وسيل الدفاع مش عرض لدخول الفيروس في الجسم لا وسيل الدفاع ان جهازك المناعي بيستجيب وبيرفع درجة حرارته حاجتين بتحصل الانتي باديز او الخلايا الدم البيضة اللي بتفرز الانتي باديز اللي هي الناتشر كيلل سيلر بتشتغل في دركة الحلالة العالية تاني حاجة البكتيريا والفيروس بيموت في عندي حاجة تانية بتحصل مع جهاز المناعة لما بيرتفع ان لو اكلت حاجة مش نضيفة بترجع ده استجابة لجهاز المناعة يعني جسم بيلفوزها الاشياء المضرة طبعا بيجي مثلا بكتيريا بتصيب جهاز التنفسي فبيعمل ميوكس ميمبرين او بيعمل مخاط المخاط ده هو اللي بيمسك البكتيريا والفيروس ويطرد جهاز المناعة هو ده جهاز المناعة ان الجسم بيستجيب لاي بكتيريا او فيروس فلازم مهم جدا جدا ان احنا نقدر نعزز جهاز المناعة لان احنا عندنا جهاز المناعة يأما بيحصل له خلل او احنا بنعمل حاجات بنضمر بيها جهاز المناعة واحنا مش عارفينها فلازم مهم او النهاردة في الحلقة ازاي ان انا اقدر اعمل باور لجهازنا البناعة طبعا عايزيني عشان تقلت جملة في المنتهى الخطورة لازم يعني لازم نقف عن ده ان الواحد مننا سعاد بيعمل حاجات تدمر جهاز المناعة واو مش عارف طبعا زي ايه بقى اول حاجة زي مثلا لو جالي مثلا بكتيريا او فيروس مثلا اول حاجة بتحس انك انت جسمك تعبان مش قادر تنزل مقصر ملكش نفسي تاكل بيحصل ايه ان ساعات بعض الناس يقولك لا انا مش هستسلم المرض انا لازم انزل ده خطر جدا لان جهاز المناعة بيصحب كل تقطق انه يهاجم الفيروس او يهاجم البكتيريا انت بتعند مع جهازك المناعي دي اول حاجة تاني حاجة قلة النوم دي مصيبة لان اصلا واحنا نايمين في النوم يبقى بالليل مش الصبح ده مهم جدا لما منيج النام فترات كافية انت بتحفز جهازك المناعي انه ينتج خلايا دم بيضة هي المسؤولة عن الدفاع عن الجسم عندنا مشكلة تانية التدخين دي كارسة ده هيزعل مننا ناس كتير طبعا التدخين من اهم الاسباب اللي بنقص بيها جهازنا المناعي وعندنا حاجة مهمة جدا جدا للجهاز المناعي السكريات السكر لازم نعرف انه سم بيخش الدم فمهم جدا ان احنا نمتنع او نقلل السكريات بقدر كافي لان السكر بيعلي الانسولين وبيعلي الالتهابات الجسم جدا طبعا فأي بي عندي التدخين السكريات النوم اللي بعد ممارسة الرياضة الرياضة مهمة جدا مهمة جدا ليه بقول الرياضة مهمة لان احنا كلنا منتعرض لسترس وبالذات الستات بتعرض لسترس وانس ان السترس علي يبقى كده خلاص الكورتيزون علي أول ما الكورتيزون بيعلى بيدمر لي المناع لأن الكورتيزون أنا هتكلم أكيد هبقى معك في حلقات تانية هتكلم إزاي أن الاسترس بيبوز كل الأجهزة من الغدد الصماء من الهورمونس كلها بتبوز طبطع على حسب كلمك ده إحنا كالترخين الدنيا أنه إحنا لسه عايشين أساساً أول ضيب أكلمك بأن أصدت جاينا في نقطة دكتورة جيدة للأسترس وفي حد فينا خالي من الاسترس لازم نعرف إزاي أن احنا نقلل الاسترس ولازم نعرف إزاي أن احنا ناخد الصدمات بطريقة ما نعليش فيها الكورتيزون يعني نحسن التعامل معاك والعدو الأول للسترس زي ما قلت يا كريم الرياضة رياضة مهمة جداً جداً عشان الرياضة هي اللي بتقللي الكورتيزون في الجسم طب إحنا قلنا الحاجات اللي بنعملها وإحنا مش مدركين مدى خطورتها ومن شأنها هي تدمر الجهاز المناعي طب ما تيجي نعكس بقى إيه اللي نعمله بحيث أن احنا نقويه ونعززه من دعامه أهم حاجة في جهاز المناعي قبل ما أقول إحنا هنعمل إيه لازم نعرف أن جهاز المناعي شقين الجهاز المناعي بيشتغل إزاي؟ أول حاجة أن النخاع الشوكي والغدد اللينفوية هي اللي بتفرز لي كرات الدم البيضة هي اللي مسؤولة عن الأنتي باديز تاني حاجة الناس كتير مش عارفها حاجة اسمعها المايكروبيون ده إيه بقى؟ المايكروبيون ده البكتيريا النفعة اللي في الجهاز الهضمي إحنا عندنا بكتيريا في الجهاز الهضمي يعني مش كل البكتيريا مضرة فيه بكتيريا نفعة لو البكتيريا النفعة حصل لها خلل إحنا بوزنا خالص عشان كده بقول لو أي حد عنده مشكلة في الجهاز الهضمي هيحصل له مشاكل في المناعة جمدة جدا طيب يبقى أنا عندي الحبل الشوكي أو الحبل الشوكي أو الغدد المفوية بتفرز لي الـ White Blood Cells مع المايكروبيون اللي هو البكتيريا النفعة طيب ليه بقول أهم حاجة أحافظ على جهازي الهضمي علشان البكتيريا النفعة لو حصل لها خلل بيحصل تسريب في الأمعاء ارتشاح في الأمعاء يمكن الناس كتير يا كريم مش عارف عن إيه تسريب الأمعاء مهم أحافظ على حمض المعدة يعني يقول لي إيه إيه المعدة احنا منأكل كل حاجة حمض المعدة مش مهم أهم حاجة الـ Acidity حمض المعدة بتاعي حمض المعدة بتاعي كويس يبقى لما هاكل الأكل البكتيريا اللي موجودة في الأكل هتموت لأنها ما بتعيش في حمض المعدة الـ vitamins اللي هتكلم عليها والمكاملات الغذائية اللي هتكلم عليها هتبقى سهلة في الامتصاص لأن لو حمض المعدة مش شغال كويس مش يحصل امتصاص طيب ده إحنا عندنا موروس يجينا بيقول إن إحنا كمصريين معدتنا تهدم الظلم لا لا ودائما بنتبهها بالأول دار الكلام دي بقى لازم نعيد ترتبنا فيه مهم جدا إن إحنا نعيد ترتبنا في القصة دي لأن أهم حاجة في جسمنا المعدة فعلا مفيش حاجة اسمها هاكل سكريات هاكل أكل مسبق كل يوم كل دي بتعامل التابات في الجسم كله فلازم أول حاجة أتأكد إن حمض المعدة كويس وأكيد بنصح كل الناس اللي بتتفرج علينا ما تاخدش أدوية حمودة غير تحت إشراف الطبيب ده مهم أدوية الحمودة ما تتخدش والحاجات اللي بتأثر على الجهاز المناعي الإفراط في الأنتي بايوتكس يعني ساعة تقول لي إيه مثلا كريم ده أدوية الحمودة بصفة خاصة الناس بتاخدها بشكل آلي أوتوماتيك بعد كل وجبة من الصنف السنين هقولك ليه بيفتكرون عندهم مثلا حمودة المشكلة إن أحيانا نقص الحمودة بتعمل هارد بيرن بتعمل حمودة هم مش عارفين بياخدوا أدوية حمودة عشان تقلل الأسيدتي وده خطر ممكن يكون عندهم أصلا الأسيدتي قليلة يعني لو هتكلم على الحمودة إزاي أحيانا الواحد بيحس بحرقان إن المريء والمعدة بينهم سمام فالسمام لو الأسيدتي بتاعت المعدة أو حمض المعدة عالي ده بيقفلت أوتوماتيك لو حمض المعدة خفيف ما بيحسش بيفتح فممكن حمض المعدة يطلع على المريء يعملي هارد بيرن يعملي ارتجاع في المريء وديه وشكلة فلازم أي حد بيتفرج علينا ما ياخدش أدوية الحمودة غير بعد استشارة الطبيب لازم دي أول حاجة دي نقطة مهمة جدا اه تاني حاجة الأمعاء لو أنا الحمض المعدة مش شغال كويس البكتيريا هتنزل الأمعاء الأكل مش هيتهدم دي مصيبة أن الأكل ما يتهدمش لأن الأمعاء فيها بكتيريا نفعة بتكمل الهضم عشان ما يحصلش أن الأكل يطلع برا الأمعاء ويعمل تسريب انت فاهم قصدي يا كريم؟ فاهم مش كده أن أنا فاهم عشان كده حاسس بخطر بالجسم توليه ده موضوع كبير جدا اه طبعا لو الأكل قصة ممكن يتسرب خارج الأمعاء طبعا دي بقى قصة حاسسية الأكل مش المفروض أن احنا نحس بالأكل مش المفروض أن الدم بتاعنا يستجيب أو يروح يهاجم الأكل يروح يهاجم البروتين المفروض لو حمد المعدة كويس والأمعاء والبكتيريا النفعة كويسة في الجسم خلاص البروتين بتهدم لأحماض أمينية الدم بياخد يوم تسس الأحماض الأمينية ما بيمتسس بروتين وانس إنه حصل حاسسية للأكل حاسسية للجلوتين حاسسية لللاكتوز نعرف أن فيه خلل مناعة ليه نعرف ده؟ لأن انت كده بتلغبط المناعة بتاعتك المفروض المناعة ربنا خلقها عشان تهاكم فيروس وبكتيريا بتسيب الفيروس والبكتيريا وتروح تهاجم في الأكل بتاعنا فدي حاسسية أكل دي أول حاجة مؤشر خطر جدا لخلل المناعة بيحصل بعد كده حاجة اسمها أوتو إميون ديزيز اللي هي المناعة الزاتية إن الجسم مش المفروض إنه يهاجم مثلا الخلايا بتاعتنا الطبيعية مش المفروض إن المناعة بتاعتي تهاجم الغضة الدراقية وتعملها الشموت مش المفروض إن المناعة بتاعتي تهاجم القولون وتعمل لي قولون تقرحي مش المفروض إن المناعة بتاعتي تهاجم المفاصل وتعمل لي ريموتويد كل الحاجات دي أو تهاجم الجلد تعمل إكزيمة المفروض إن إحنا نحط المناعة بتاعتنا بطريقة الصح إنها تهاجم هي معمولة تهاجم الفيروس والبكتيريا عشان نساعد ان اللي حديك بتكاليمي عليه ده يحصل. هل نكتفي بالأكل الصحي ولا لازم نلجأ لمكملات غذائية لمالتي فيتامينز أو لأنواع معينة من البيتامينز؟ الأكل الصحي لا غنى عنه. يعني لازم مع المالتي فيتامينز طبعاً أنا جاي معك نهاردة هتكلم على مالتي فيتامين أو مالتي فيت مكمل غذائي هايل. هينفعنا جداً في المناعة. فيه مينيرلز وفيه معادل اسمه ألب مالتي فيت. حلو جداً فيه كل المينيرلز والمعادل اللي هتساعدنا على تعزيز المناعة. بس هرجع وأقول لازم نتأكد ان الجهاز الهضمي بتاعي سليم عشان المعدة تمتص الأماء بتاعتي تمتص الفيتامينز. الأكل الصحي مهم لكن لا غنى لا غنى على المكملات الغذائية أو الفيتامينز والمعادل اللي بناخدها كل يوم عشان نكمل. يعني مثلاً مهم جداً فيتامينز للمناعة وده موجود في اللحنة الشاكين الآن على الشاشة. طبعاً فيتامينز موجود في البرتقال وفي السترس اللمون في الخضروات في الكيوي هاي. لكن مش هنعرف ناخد الفيتامين أو فيتامينز. بشكل مركز يعني. ده طبعاً. ففيتامينز مهم جداً للمناعة لأنه anti-viral وanti-oxidant وبيحارب. يمكن احنا لما عندنا بردا أول حاجة الشربي برتقال. أول حاجة. ثاني فيتامين مهم جداً للمناعة عندي الزينك. الزينك مهم جداً للمناعة. مهم إن الزينك كمان وفيتامينز سي حاجة مهمة جداً فيهم إن هما بيعلوا لي امتصاص الحديد. كلنا أو معظمنا عندنا أنيميا. والطير من الستات. حتى المليانين في ناس مليانة. طبعاً. أنا كنت فاكر الأنيميا ده للناس اللي زي حالاتي كده. مشكلة قصة الحديد وبالذات مع الستات لأن الستات بتفقد كل شهر دم. طبعاً. فالحديد بيسموه المعدن الملك. ما بيحبش حاجة معاه لأن لو في حاجة معاه من المينرز مش هتمتص. بيحب حاجتين معاه جداً. فيتامين سي وزينك. اللي اتنين دول تواجدوا لو أنا باكل حديد. مهم الحديد نجله من اللحمة والكبدة. العسل الأسود هالف الحديد بس ما نقطعش في العسل الأسود عشان فيه. السبانخ فيها حديد رديق الجودة. يعني ناس كتير فاكرة إن كنت تاكل فاكرة باباي بيأكل سبانخ فأنه هو كده حديد. هو حديد بتاعه رديق الجودة. أي حديد بيجي من نبات رديق الجودة. الحديد الكواليتي بتاعته عالي لازم يبقى من مظهر حديد. هو الأصبت إنه نحصل على ما يحتاجه الجسم من حديد أو من غير الحديد. من خلال الأكل ولا بيبقى مكسف أكتر ومركز أكتر في حالة مثلا مالتي بيتامين معين. الحديد في قصة في إنه ما ينفعش أحطه كمالتي بيتامين ويبقى عندي حديد زيادة. الحديد لازم يبقى موجود في الدم والفريتين اللي هو المغزون ما يقلش عن خمسين. لكن لو زيادة يا كريم هيعمل لي مشاكل فما أنصحش إن احنا ناخد حديد غير لما نعمل التاست بتاعه. تحليل صورة الدم والفريتين اللي هو المغزون بتاع الحديد. ده مهم جدا فأنا عندي ألب مالتي فيد في فيتامين سي هايل في فيتامين إي فيتامين إي مهم جدا لتنشيط الدورة الدموية. في فيتامين بي كومبليكس مهم جدا فيتامين بي كومبليكس كل عقلة فيتامين بي وبالأخص فيتامين بي 12. يعني احنا عندنا فيتامين بي 1 و 2 و 3 و 6 و 12 داخل ألب مالتي فيد. لكن ليه بخص ألب مالتي فيد بخص فيتامين بي 12 اللي داخل ألب مالتي فيد لأنه هو اللي بيساعد على تكوين كرات الدم الحمر. فيتامين بي 12. فمهم جدا أن يبقى نسبته داخل ألب مالتي فيد بالنسبة عالية أنه هو يساعدني على عدم الحصول أو عدم فقر الدم. فأنت لو زبطت الأنيميا وزبطت الفيتامين وزبطنا الأكل نقلل للسكريات ولعبنا رياضة كويس ونمنا كويس. كل ده من شأنه يعزز الجهاز المالية. طبعا ماينفعش فيتامين غير معاك كل الحاجات دي لأنه كل حاجة بتكمل بعض. طب أنا بحكم ما عرفتي الشخصية بيكي من قديم الأزل عارف أن أنت لما بتبتدي تتكلمي عن شيء معين فالشيء ده مختلف عن غيره. أيوة. صح كده؟ صح. من هذا المنطلق عايزة أعرف منك طيب يعني هذا المنتج بصفة خاصة يختلف عن المنتجات المشابهة ليه في إيه؟ الحلوة في مالتي فيت انه بعبوة واحدة أو ببرودكت واحد انت عندك كل المنرالز أو معظمها ومعظم الفيتامين اللي المهمة نحن نستهلكها يوميا. الفيتامين اللي مش موجود داخل قلب مالتي فيت مهمة جداً للمناعة ومهمة لكل الستات كمان هو فيتامين دي. لكن ليه ما تحطش داخل قلب مالتي فيت لأنه فيتامين دي فات سوليبل يعني بيدوب في الدهون ماينفعش. أنا بتكلم على هذا المالتي فيت انه ينتقل ديلي يوز. فيتامين دي لو زاد عن حد داخل داخل الجسم بيتخزن في الخلايا ويعمل سومية. ففيتامين دي مهم جداً انه هو يبقى موجود. بس لازم قبل ما ااخد مكمل غذائي فيتامين دي احلل نسبة فيتامين دي 3. ده مهم جداً. لكن مالتي فيت كل الفيتامين زل فيه واتر سلو بالملهج سومية. واي سنة ممكن ياخده؟ قلب مالتي فيت من سن 12 سنة. هو آمن كمان. آمن. طبعاً اهم الناس اللي ياخدوه كبار السن. اصحاب الامراض المزمنة مثلاً زي السكر. السكر النوع الثاني كمان. لان السكر النوع الاول يمكن الناس كتير مش عارفة ان السكر النوع الاول ده عارض من اعراض المناعة الزاتية. السكر النوع الاول. كله بيسمع في المناعة في الاخر. طبعاً طبعاً هو الجسم ربنا خلقه منظومة محكمة جداً. والمناعة ربنا خلقها حلوة جداً. ان احنا ازاي نقدر نعزز منعاتنا ضد الفيروس والضد الاوباء اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. شيء عظيم. طيب ايه تاني من ضمن المميزات اللي موجودة في المنتج ده بصفة خاصة. اللي كمان إلى جانب انها لها دورها المهم والمؤثر في تعزيز المناعة. يعني الكلام اللي حضرتك تفضلتي بي ده ده مش بس بيطمن الواحد على المناعة. ده كمان مفيد على أصعادة تانية كتير. مفيد جداً. مش كده برضو. مفيد لكل السيدات ومفيد لكل الرجال. ولو هتكلم على السيدات معاك مفيد لصحة شعرها. مفيد لنظارة وشها. بتلاقي سيدات كتير وشها مصفر. شعرها بيقع. فكل الحاجات دي نتيجة نقص فيتامينز ونقص معادن. طيب ايه المكونات اللي تاخل القلب مالتي فيت هتزبط الوش و هتعمله نظارة. ان فيتامين سي بيعزز لي انتاج الكولوجين. ده مهم جداً ان الكولوجين بعد سن 20 سنة بيقل. لا والسيدات بيهتموا هو بالحاجات دي حقيقة. انا عدت سبع سنين اتكلم على الكوزماتيكس. واكلم على ازاي ان الكريمات مهمة. لكن فعلاً مفيش كريم هيزبط غير لما انت تزبطي صحتك. ده مهم جداً. فيتامين سي بيعزز لي على انتاج الكولوجين وبيعمل ترتيب وانتي اوكسيدنت. فهتلاقي مع استخدام ألف مالتي فيت وش اي سيدة هينور. هيدي نظارة مش هيبقى فيه هالات سودا. هيعزز تضفق الدم. يعني احياناً. يعني الستات كلهم هيمشوا منورين وسايبين ان احنا مظلمين. ما انت عندك الستاتات. وانا الكلام ده برضو ينطبق على الرجال هتطمينين علينا يا رجال. لا طبعاً لا طبعاً. يعني يمشي للاثنين. مناسب جداً للاثنين. زي فرش. والرجال هيبقى مناسب بيهم جداً لانه مليان زينك. الزينك هاي للرجل عمتاً يعني. ورجال كتير هتبقى. والستات مهم عليها الكالسي. يمكن سي تتكلم على قد ايه الكالسيا مهمة. يمكن مع التغذم في السنة او الحمل او الحاجات دي كلها بتسحى بالكالسيا من العظم. فلازم اعود ده عشان ما يحصل ليش حشاشة عظم. والاستخدام برضو لازم يعني نرجع فيه لطبيب ولا هو امن طبعاً مش هنزود عن الدوز. مهم بقى ان انا مزودش عن الدوز. يعني يقولوا لي ايه ايه ده دكتورة دينا بتتكلم على قلب مالتي فيت اخده بالخمس مرات في اليوم. لا. الصح هي حباية واحدة فيها كل الفيتامينز اللي انت محتاجاها. وصباحاً ام مساءاً ولا مش فرقة. مش فرقة ممكن للصبح او ممكن مساءاً بعد الغداء بس نشرب معاها مية كتير. لان هو كل معظمه ووتر صاليب. فلازم بعد الاكل بشوية هشرب عليه كوباية مية حلوة عشان المعادن والفيتامينز اللي فيه تمتص كويس اوي. ده كلام زي الفل الحقيقة ومنتعى الاهمية وخصوصاً زي ما تدرت الفقرة دي معاك يقول ان احنا في الفترة اللي احنا فيها دي بصفة خاصة. الحقيقة كل واحد فينا بيدور بشمع على اي حاجة تعزز من جهازه المناحة المشكورة جداً جداً على الافادة. وانا مبسوطة جداً انا معاك النهاردة ومبسوطة ان انا في القناة الجميلة دي بجلد. نورتنا ونورت قناة الاهلي بنشكور جزيلاً شكر واكيد ان شاء الله هنلتقي بيك على خير في حلقات تانية نتكلم برضو عن كتير من الامور المهمة. بشكورك على وجودك معنا واكيد كل الشكر لحضراتكم على حسن متابعتكم لحلقاتنا النهاردة ان شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي صباح الفل عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة